دفع التحول في موقف رئيس البرلمان ومغازلة النواب المعتصمين إلى أن تغير أطراف سياسية قناعاتها بشكل إيجابي فيما يخص قائمة الظرف المغلق التي قدمها لعبادي وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فاكتب رئيس البرلمان أصدر توضيحا حول لقاءة سليم الجبوري مع القيادات السياسية في البلاد مؤكدا أن الرئيس ماض بعقد اللقاءة التي لا يستثني بها أحدا في محاولة منه لمحاصرة الأزمات وإيجاد الحلول لها مجموعة برلمانية تطلق على نفسها الفريق المحايد تمثل قوة سياسية مؤثرة كشفت عن توصلها لنتائج إيجابية لإقناع المعتصمين للدخول إلى قبة البرلمان بشكل موحد سيناريو الجسد الشاملة المزمع إجراؤها الثلاثاء يبقى هو المخرج الوحيد لحل أزمة انقسام مجلس النواب ليتمكن الرئيس الوزراء حيدر العبادي من تقديم حكومة جديدة النواب المعتصمون رفضوا حضور الجلسة البرلمان الشاملة برئاسة الجبوري كونها غير قانونية مؤكدين إيقاف كل أنواع الحوار مع الرئاسة السابقة مطالبين رئيس الجلسة المؤقت عدنان الجنابي بتحديد موعد جديد للجلسة المقبلة ولا يزال الصدر وأتباعه يساندون بقوة طرح القائمة الأولى باعتبارها حكومة تكنقراط كما يصفونها ليرجأ موعد مظاهرة مليونية كان قد دعا للخروج فيها الاثنين إلى الثلاثاء لتتفق مع موعد عقد جلسة مجلس النواب ائتلاف دولة القانون يرى صعوبة التئام مجلس النواب الثلاثاء القادم وأن الحكومة الحالية قد تبقي على وزرائها بسبب تعنت بعض الكتل فيما يرى المجلس الأعلى ضرورة عقد جلسة واحدة برئاسة الجبور ومن ثم بحث ملف الحكومة الجديدة نقاشات مكثفة تجريها الكتل السياسية للخروج بحلول تحافظ على هيبة البرلمان وتحسم شرعية رئيسه ونائبيه إلا أن خلافات الكتل تبقى سيد الموقف وسط أنباء تتحدث عن احتمالية تشكيل كتلة معارضة بعد تسوية مع رئاسة المجلس تمنحهم شرعية اعتصامهم داخل البرلمان الذي أربك المشهد السياسي وعطل عمل المؤسسة التشريعية تمنحهم شرعية رئيسها